اطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض جولة سياحية ترويجية في مدينتي شنقهاي وغوانتشو في جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمشاركة واسعة من أبرز الهيئات والمنشآت في قطاعات السفر والسياحة والطيران والفنادق من البلدين جاء ذلك في إطار الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية بارزة في الأسواق الإقليمية والعالمية وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إن هذه الجولة تأتي في إطار جهود مملكة البحرين للترويج للوجهات السياحية ومواصلة جذب السياح من أسواق شرق أسيا وتعزيز سمعة وتنافسية ومكانة البحرين كوجهة سياحية مثالية تقدم مرافق وخدمات سياحية متطورة تواكب متطلبات الحياة العصرية وأضاف قائدي أن إقبال وحرص الجهات السياحية الصينية على الاطلاع على الفرص والمنتج السياحي البحريني يفتح المجال للقطاع الخاص العامل في صناعة السفر والسياحة لتقديم المزيد من العروض والبرامج لجذب شرائح جديدة من السياح لزيارة المملكة والاستمتاع بطبيعتها وفعالياتها المتنوعة وموروثها الثقافي العريق وأكد قائدي أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تواصل العمل والتنسيق المشترك جنبا إلى جنب مع شركائها من القطاع الخاص بهدف تطوير المنتجات السياحية الفريدة التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني وترفع من أعداد الزوار الوافدين إلى المملكة كما تواصل سعيها إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل مضاعفة أعداد السياح القادمين إلى المملكة وتطوير قطاع السياحة والسفر وركزت الجولة بشكل أساسي على الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية مميزة تجمع بين التراث الثقافي والتطور الحضري وما تسخر به من منشآت فندقية وسياحية فاخرة عالمية المستوى وما تضمه من مراكز جدب سياحي ومواقع أثرية وطبيعية وتاريخية